حرية تعبير أم انتهاك؟ مجدداً تحسم الأمم المتحدة الجدل حول مشروعية حرق الكتب الدينية والذي انتشر مؤخراً مستهدفاً بشكل أساسي القرآن الكريم في العديد من البلدان الأوروبية حيث اعتبرت الأمم المتحدة ذلك انتهاكاً للقانون الدولي قرار يضع العديد من الدول الأوروبية في حراج لا سيما مع تقدم إسبانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي بمشروع قرار يقترح حذف الإشارة إلى القانون الدولي وتشير تقارير غربية إلى أن هذه الأعمال تصاعدت بسبب صعود اليمين المتطرف بأوروبا والذي استغل هذه الورقة سياسياً لكسب الأصوات في الانتخابات وتؤكد التقارير الغربية أن هذه الوقائع تخرج عن نطاق حرية التعبير لتصل إلى جرائم يمكن أن تؤدي إلى صراعات دينية وهذا بالفاعل ما حصل مع السياسي المتطرف راسموس بالوان والذي وعد في انتخابات عام 2013 من وصفهم بالأعداء الأجانب وعدهم بأن دماءهم ستغرق شوارع ومدن الدنمارك بحسب ما ذكرته صحيفة اللوموند عام 2019 في مقابل هذا الحراك المتطرف يطالب الناشطون في الغرب السلطات بالتعامل بحزم حيث تقول منظمة المدافعين عن حقوق المدنيين السويدية إن تفعيل قانون جرائم الكراهية يمكن أن يوقف ما يجري وبغير ذلك فإن استمرار حوادث الإحراق يعني التحريض ضد جماعات عرقية بعينها سياسيا تساهم جرائم الكراهية بزيادة التوتر بين الدول وفقدان مصالحها وهو ما حدث تماما مع السويد حيث كانت الكراهية ضد الإسلام من بين الأسباب التي عززت رفض أنقراء لانضمام السويد للناتو في وقت أعلنت دول عربية وإسلامية استنكارها للسياسات الغربية داعين إلى حملات مقاطعة اقتصادية وبالعودة إلى قرار الأمم المتحدة الذي اعتمدت فهو ليس الأول ويشابه القرار الذي اعتمدته عام 2019 وعام 2021 لكن المشكلة الرئيسية هي الإصرار على ازدواجية المعايير وغياب الإرادات الغربية لإنهاء ما يجري رغم وجود قوانين أخرى تجرم العداء ضد السامية وتضغض عن جرائم الكراهية ضد الإسلام ترجمة نانسي قنقر